هنأ النائب خالد الاعتابي أهالي مدينة الجهراء بافتتاح سمو أمير البلاد مدينة الجهراء الطبية مؤكدا أن تدخل الدوان الأميري لمعالجة اختلالات ونقص الخدمات بمشاريع تنموية تقدم الشعب الكويتي دليل على فشل الجهاز التنفيذي وعدم قدرته على تنفيذ ما يطلبه الشارع الذي يعاني من مشاكل عدة ونقص شديد في خدمات أغلب القطاعات وأوضح أن المشاريع التي أنجزت بالفترة الأخيرة عن طريق الدوان الأميري دليل على ما ذهبنا إليه من قبل دون تأخير طالما توفرت السيولة بشرط أن يسبق ذلك تخطيط وتنسيق جيد مع كافة الجهات داعيا الحكومة إلى مراجعة اختيار القيادين الذين دأبوا على تقديم خطط ورقية بلا آلية للتنفيذ واختتم الاعتابي تصريحه قائلا كل محافظة من محافظات الكويت في حاجة ماسة إلى مدينة طبية جديدة لمعالجة النمو السكاني المتزايد وتلبية الاحتياجات الشعبية الضرورية داعيا الحكومة إلى التعاطي مع المقترحات المقدمة من النواب وأهمها بناء مستشفى متكامل في محافظة الأحمد وأخرى في مدينة صباح الأحمد السكانية